غضب واحتقان ترجمه سكان قرية متشيك تالة البير في ولاية بيجايا بقطع الطريق الوطني رقم خمسة مستعملين الحجارة والعجلات المطاطية كما شلوا حركة السكة الحديدية الحركة الاحتجاجية جاءت تنديدا بالأوضاع المعيشية الصعبة التي أرقت يوميتهم وفي مقدمتها إنجاز جسلا يربط القرية بالطريق الوطني وتوفير المياه شروب ومطالب أخرى في قنطرثاغي أغسل حركة يمكن يمشي وحدنا كان يمزدغم تشيك في الصلاح يمزدغ المواطنين للدائر يقدر تعدين قفري ذاقي نميرو السنكا بيجايا سور السنكا فانتسيس الألغان المشكلة قنطرثاغي كوما سيقع عام ستة وثمانين يقوي يوث الخليقة ذاقي تجاد ستاد درياء يوون وقيد ميس ستة وثمانين نقوي ستناوي عرصبية 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 فس المحتجون قالوا إنهم تقدموا بالعديد من المرسلات إلى الجهات الوصية إلا أنهم لم يجنوا إلا وعودا وهمية لم تتجسد بعد على أرض الواقع حسبهم نمید من صدق تحفل القرية بقصص التهميش والإهمال فنعدم المياه الصالحة للشرب وفيضان الوادي والعزلة المفروضة عليهم ثلاثية لازمت القرية منذ سنوات وطبعت نمط حياة أهلها واحتجاجهم ما هو إلا رسالة لمسؤولي الولاية لإخراجهم من نفق معاناة